تقرير حقوقي لفريق الخبراء التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن التقرير يقول إنه يغطي لفترة الزمنية من سبتمبر 2014 فترة حدوث الإنقلاب إلى يونيو 2018 لكن التقرير ركز بشكل مكثف على الانتهاكات الواقعة في العام 2017 والنصف الأول من العام 2018 يقول التقرير إن عدد الإصابات في صفيف المدنيين من دمارس 2015 وحتى يونيو 2018 بلغ أكثر من 16 ألفا بينهم 6,475 قتيلا وأكثر من 10,000 جريح قال التقرير إن التحالف العربي مسؤول عن الجزء الأكبر من هؤلاء الضحايا من بين 60 غارة استعرضها الفريق حقق في 13 غارة جوية استهدفت مدينة خلال الفترة التي يغطيها التقرير وذكر التقرير انتهاكات كثيرة ارتكبت في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف منها الحرمان في الحق من الحياة والاختطاف التعسفي والتعذيب وتحدث التقرير عن انتهاكات جنسية مروعة مارستها القوات الإماراتية في عدن بحق مختطفين في سجنية البريقة وبير أحمد التقرير تحدث أيضا عن انتهاكات ميليشي الحوثي في صنعاء من اختطاف وتعذيب وركز على قيامهم من الحد من الحريات الإعلامية ما وضع علامات استفهام عن جرائم لا تقل بشاعة للحوثيين من قتل وتفجير للمنازل وقصف ممنهج للمدينة في تعز ومأرب والحديدة بالإضافة إلى مقتل 130 مختطفا تحت التعذيب في سجون الحوثيين بحسب رابطة أمهات المختطفين ناشطون حقوقيون استغربوا أيضا إغفال التقرير لملف الألغام والذي تتحمل مسؤوليته ميليشي الحوثي بزراعتها مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مناطق المواجهات المسلحة ومناطق مدنية أدت إلى قتل وإصابة آلاف المدنيين الرأسد الحقوقي ماهر العبسي كتب في صفحته على الفيسبوك إن التقرير ذكر بالتفصيل المرافق الصحية التي استهدفها طيران التحالف بينما لم يذكر أبدا أي منشأة صحية استهدفها الحوثيون بالرغم من استهدافهم لخمس منشآت طبية في تعز على الأقل وزارة حقوق الإنسان وصفت التقرير بصادم وقالت إنه يفتقر إلى الحيادية وقالت في بيان لها إنها ستعكف على دراسة التقرير والرد عليه لاحقا ناطق التحالف العقيد تركي المالكي قال إن التحالف يرفض هذا التقرير وأنهم سيعملون على مراجعة ما ورد فيه وسيردون على حيثياته اللافت في هذا التقرير أنه ذكر معظم أطراف الحرب بالإسم والصفة وقال الفريق إنه سيرفع هذه الأسماء التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر